خلينا نتكلم عن محاور كتير قوي الجمهور حبيب يسمع كابتن جوهر نبيل بيتكلم عنه النهاردة نبدأ من إنجازات النادي الأهلي وكلنا الخبر اللي بنختاتم بيه الفقرة اللي فاتت حرص مجلس الإدارة بقيادة كابتن الخطيبة على تطوير البنية التحتية للرياض تطوير ستادي التتش، أرض الملعب، التجهيزات الداخلية للفرق، غرف الملابس، غرف الاستشفاء، قاعة الاجتماعات للنادي الأهلي حريص على توفير أعلى درجة من المواصفات العالمية الفرق الرياضي ستادي رد على بكرة، على كلامك، أن النادي الأهلي ليس نادي محلي، ولا نادي أفريقيا فقط لكن كمان نادي عالمي، أي نادي بيسمع، أي حد بيسمع على النادي الأهلي فمتوقع يشوف الأفضل والأحسن كمان، فما بالك بيديره النادي الأهلي، مجلس الإدارة الحالي بقيادة كابتن محمود الخطيب والمجالس كمان الصبق عملوا إنجازات على مستوى الإنشائي، على مستوى سواء إنشاء اجتماعي أو إنشاء رياضي ولكن المجلس الحالي أعتقده عمل إنجازات كبيرة جدا على مستوى الأرض للاجتماعي والرياضي ويمكن النهاردة كان الفتاح اللي تم الاستاذة تيتش للمدرجات والصارة التجهيزات والحاجات دي كلها فلزاما على النادي الأهلي وقدرته أنها تكون تواكب المستوى العالمي والمستوى الاحترافي لأننا دايما مطلوب من النادي الأهلي يكون الأفضل، الأحسن، رقم واحد فبالتالي لازم إمكانياته تكون رقم واحد والأفضل والأحسن عشان الأجهزة سواء الفنية والإدارية والطبية وكمان اللاعبين يكون عندهم الإمكانيات التي توفر لهم بعد كده الوصول للمركز الأول إن شاء الله دايما موافقين يا كابتن جهر في توفير عوامل النجاح لكل الفرق مش بس على مستوى فريق كرة القدم ولكن على مستوى كافة اللعبات الفردية والجمعية واللي هنتكلم معاك عنها إن شاء الله إن شاء الله طب الفوز بالدوري دوري عايز أعرف مردود الفوز بهذا الدوري الكل بيتكلم عن دور مجلس الإدارة، عن رؤية الكابتن الخطيب عن الإصرار على إن عملية الإحلال والتجديد تتم في نفس الوقت اللي مفيش فيه تنازل عن المنافسة على الدوري وقد حدث بالفعل عايز تقول لي عن الدوري الدوري يمكن ده فكهة جماهير النادي الأهلي قبل مجلس إدارة النادي الأهلي لأن فعلا جماهير ومجلس إدارة وأعضاء تحملوا كتير جدا خلال الموسم قد يكون في بعض الإخفاقات خلال الموسم أفريقية، عربية، أي إخفاقات ولكن الدوري يبقى الدوري هي المسابقة الأهم والأفضل وصاحب النفس الطويل بمعنى صح هو اللي بيكمل فيها النادي الأهلي برغم كل الصعوبات اللي حصلت خلال الفترة اللي فاتت الظروف اللي مر بيها المختلفة بالنادي الأهلي قدر يفوز بالدوري يمكن بعض الناس حتى إحنا كمجلس إدارة كابتن خطيب ربنا يكون فعون اختار تشكيلة في مجلس إدارة شباب فما أدركها ما الشباب إحنا معظمنا متحمس وعاوز ياخد قرارات وعاوز يعمل حاجات كابتن خطيب ممكن كان بيواجه الكلام ده كله بيدي كل واحد فرصته في الكلام في الآخر بنتفق إيه اللي احنا نعمله سواء لكورة القدم أو أي قرار آخر وده اللي حصل يمكن كان خطيب ومجلس الإدارة قدر يعدي بظروف كتيرة جدا وصلت في الآخر إلى مكسب دوري العام لكما تعملتوش بشكل مفعالي بعض الفترات تعملتو بشكل متزن جدا كان مطلوب في بعض الأوقات الصعبة فنية يمكن ده اللي باين للإعلام وباين للناس لشكل متزن ولكن احنا داخلين مع بعض في حدود المسموح به كان فيه مشحنات وكلام وكل واحد عاوزه وقراءه واختلافات فراء ولكن يبقى في الآخر فيه قرار اتاخد حتى لو جهر معترض عليه كلنا موافقين عليه وبنمشي عليه لكن كابتل الخطيب زي ما قولك الشباب دايما عاوز قرار عاوز نطلع نعمل حاجة كابتل الخطيب شايف أكتر واحد يمكن تعرض لمسئوليات كتيرة جدا وضغوط كابتل محمود الخطيب ومعه طبعا مجلس دراء ولكن يبقى بيبو هو صاحب الشعبية والجماهرية فبالتالي هو أكتر واحد مدام عنده جماهرية أكتر واحد هيتضغط بينا بشكل كبير لبر الأمان وكسبنا الدوري كان حقيقة دوري أنا بالنسبة لي مش بتاع كورت قدم وأه بحب كورت قدم ولكن بحب أكتر الألعاب الأخرى لأن أنا منتمي الألعاب الأخرى ولكن أنا عاوزه مجلس دراء فبالتالي كورت قدم مهمة بالنسبة لي كنت مبسوط جدا وسعيد جدا بمكسب الدوري في الظروف اللي احنا عمرنا بها